سوف ندرس اليوم مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع والوحدة الأولى التعامل مع المستند الدرس الأول صحتك والحاسوب الهدف الأول أن يعدد الطالب قواعد العمل بشكل صحي وآمن أثناء استخدام الحاسوب الهدف الثاني أن يفرق الطالب بين الاستخدام الأمثل للحواسيب المحمولة والاستخدام الخاطئ الهدف الثالث أن يميز الطالب الوضع الصحيح للاستخدام الأمثل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية انظروا أحبائي الطلبة إلى الصورة المعروضة أمامنا وهي تعبر عن شخص يجلس على جهاز الحاسب بطريقة خاطئة أريد منكم أن تفكروا معي قليلا ونذكر بعض النقاط للاستخدام السلبي لأجهزة الحاسب كيف تؤثر الجلسة الخاطئة على صحة الإنسان حيث أن الجلسة الخاطئة تسبب له الكثير من المشاكل مثل ماذا؟ هيا فكروا معي قليلا أحسنتم تسبب إجهاد العينين لأن الحاسب يطلق أشعة ضارة تؤثر على العين عند جلوسه لفترات طويلة وماذا أيضا؟ أحسنتم تسبب له آلام في الرقبة بسبب الجلسة الخاطئة وأيضا آلام في المفاصل أحسنتم رائعين وماذا أيضا؟ أحسنتم تسبب آلام في منطقة الظهر بسبب الجلوس الخاطئ حباء الطلبة إلى الصورة التالية وهي تمثل الجلسة الصحيحة للجلوس على جهاز الحاسوب حيث أن هناك بعض الإرشادات الصحية التي يجب أن ألتزم بها وأنا أعمل على جهاز الحاسوب وهي كالتالي أولا يجب أن أتجنب أي إضاءة مباشرة أو ساطعة في عيني ثانيا يجب أن أجعل مسافة بيني وبين الحاسوب على امتداد الذراع وهي تعتبر المسافة الآمنة للجلوس على جهاز الحاسوب ثالثا اجعل الكرسي الخاص بك معتدلا رابعا خذ استراحة قصيرة على فترات منتظمة أثناء جلوسك على الحاسوب خامسا تأكد من أن قدميك ترتكزان على الأرض أو على حامل الأقدام عند الجلوس على جهاز الحاسوب سادسا قم بتوسيط الشاشة ولوحة المفاتيح أمامك أي أوسطها حتى أستطيع أن أراها بشكل مناسب ولا أؤثر على ظهري أو حتى على الرقبة أخيرا تأكد من أن شاشة الحاسوب على مستوى اتجاه نظرك هيا بنا لنجب على هذا السؤال يعتبر من الإرشادات الصحية لاستخدام جهاز الحاسوب يوجد لدي أربع خيارات يجب أن أختار الإجابة الصحيحة فيما يلي هيا ساعدوني ما الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم رائعين اعتدال الكرسي الخاص بك والآن أحباء الطلبة هيا ساعدوني في إيجاد الفروقات بين الصورتين المعروضتين أمامنا فهي لسعد وهو جالس على الأريكة لكن في كل صورة من الصورة الموجودة أمامنا هنا في الصورة الأولى وهو يحمل جهاز المحمول الحاسوب المحمول اللابتوب أما هنا فجهاز المحمول على الطاولة ويجلس بطريقة مختلفة ما الفروقات بين الصورة؟ يوجد هناك فرقين اثنان بين الصورتين هيا انظروا إلى الصور جيدا سوف أعطيكم عشر ثواني للتفكير وإيجاد الفروقات بين الصورتين المعروضتين هيا انظروا إلى الصور جيدا من يجيب أحسنتم رائعين في الصورة الأولى هنا ساعد جالس على الأريكة بحيث أنه يضع وسادة خلف ظهره وأيضا طريقة العمل على جهاز الحاسوب هي طريقة صحيحة لأنه انظروا الشاشة على مستوى اتجاه النظر وأيضا يعمل على الحاسوب على مسافة امتداد الذرة أما هنا فالساعد جالس بطريقة خاطئة انظروا كيف أنه سوف يتعرض لمشاكل كثيرة لأنه يجلس بطريقة خاطئة وأيضا طريقة العمل على الحاسوب طريقة خاطئة سوف يكون عرض لآلام ماذا؟ أحسنتم آلام الظهر وأيضا آلام الرقبة لأن وضعية الجلوس وضعية خاطئة أحسنتم رائعين أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم حسنا وهنا من يجد الفرق بين الصورتين المعروضتين؟ كيف يعمل سعد على جهاز الحاسوب؟ ما الفرق؟ هيا فكروا معي قليلا أحسنتم رائعين في الصورة الأولى يعمل سعد في مكان يوجد به إضاءة مناسبة وفي الصورة الثانية يعمل سعد في مكان مظلم أيهما يعتبر الطريقة الصحيحة للعمل على جهاز الحاسوب؟ في مكان مضيء؟ أم مكان مظلم؟ هيا فكروا معي قليلا ما الأفضل؟ أحسنتم رائعين يجب العمل في مكان يوجد به إضاءة ويجب أن تكون الإضاءة أكثر بثلاث مرات من إضاءة الغرفة التي تجلس بها للعمل على جهاز الحاسوب حتى تقوم بحماية عينيك من أشعة الحاسوب الضرة أحسنتم رائعين بارك الله فيكم إذن الاستخدام الأمثل للحواسيب المحمولة إن التصميم المضغوط للحواسيب المحمولة قد يؤدي إلى جلوس المستخدمين في أوضاع تعرض الجسم للإرهاق والصور بالأسفل توضح الأوضاع الجيدة والخاطئة للحواسيب المحمولة كما تكلمنا عنها سابقا استخدام الحاسوب لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك التوتر أو القلق هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ هيا فكروا معي قليلا أحسنتم رائعين الإجابة هي إجابة صحيحة انظروا أحباء الطلبة إلى الصورتين المعروضتين أمامنا فهي تمثل لساعد وهو يقوم أو يحمل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بطريقة صحيحة والصورة الثانية وهو يحمل الهاتف الذكي أو الجهاز المحمول بطريقة خاطئة إن الاستخدام المفرط للأجهزة اللوحية يؤثر سلبا على الصحة العامة وبشكل خاص على الرقبة ومنطقة أسفل الظهر وأيضا الأكتاف والذراعين لاحظ الأوضاع الصحيحة في الصورة يجب أن تلتزم بها حتى تحافظ على صحتك وأيضا انتبه على طريقة حملك واستخدامك لهاتفك الذكي فهي أيضا مهمة جدا الكثير من الناس يحملون هواتفهم على مستوى صدورهم مع انحناء رؤوسهم للأمام والأسفل حتى يروا الشاشة جيدا وهذا الوضع يعرض منطقة خلف الرقبة لضغط شديد أي أن الطريقة الصحيحة لإمساك الهاتف الذكي هو أن يكون على مستوى مناسب من الارتفاع بحيث لا تضطر إلى حني رأسك أو حتى رفعه عاليا هيا لنقم بفتح الكتاب صفحة 15 ونقوم بحل هذا التدريب ضع علامة صح بجانب الاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية واللوحية وعلامة خطأ بجانب الاستخدام الخاطئ لكل منهما يوجد لدي ست صور يجب أن أقوم باختيار طريقة الوضعية الجلوس الصحيحة وطريقة وضعية الجلوس الخاطئة لكل منهما انظروا معي في بعض الصور يجلس سعد بطريقة صحيحة لننظر إلى الصورة الأولى هل تتوقعون أن سعد يجلس بطريقة صحيحة بحيث أنه يجلس في مكان معتدل وأن الشاشة على مستوى اتجاه النظر أم أنه يجلس بطريقة خاطئة ويقوم بإنحناء لرأسه إلى الأسفل وأيضا يكون طريقة جلوسه بطريقة خاطئة ما الإجابة؟ هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ هيا فكروا معي قليلا أحسنتم رائعين الإجابة هي خطأ ننظر إلى الصورة الثانية هل سعد يمسك الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي بطريقة صحيحة؟ أحسنتم الإجابة صحيحة من يخبروني لماذا؟ لماذا تعتبر الصورة الثانية هي إجابة صحيحة؟ هيا من يجيب؟ أحسنتم لأن الشاشة على مستوى اتجاه نظر سعد وأيضا طريقة وقوفه وأمساكه للجهاز اللوحي هي طريقة صحيحة حسنا ماذا عن الصورة الثالثة؟ أحسنتم إجابة صحيحة لأن سعد يجلس بطريقة صحيحة وأيضا الشاشة على مستوى اتجاه نظره فالصورة الرابعة هي هل يمسك الهاتف الذكي بطريقة صحيحة؟ أحسنتم بارك الله فيكم الإجابة هي إجابة خاطئة انظروا إي كيفية انحنى الرقبة وألام في الظهر والأكتاف بسبب الوضعيات الخاطئة ماذا عن الصورة الخامسة؟ هيا فكروا معي قليلا أحسنتم أيضا إجابة خاطئة وصلنا إلى الصورة الأخيرة هل تعتبر صورة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم رائعين إن الإجابة إجابة صحيحة بارك الله فيكم والآن تعالوا بنا لنقرأ هذه القصة لأننا نود أن نعطي سارة نصيحة لكيفية استخدام الهواتف المحمولة يخكى أن فتاة صغيرة تدعى سارة تقضي معظم وقتها في تصفح برامج الحاسب الآلي وتقوم بإضاعة الكثير من الوقت دون فائدة فنصحتها والدتها بأن تحافظ على صحتها وتقلل استخدام الحاسوب لفترات طويلة فردت عليها سارة وما هي أضرار الحاسوب يا أمي؟ فقالت الأم يا بنيتي إن تأثير هذه الأجهزة الذكية على العين على المدى البعيد حيث أن لها أشعة ضارة تؤثر على العين وتؤذيها وأيضا تؤثر على الظهر والرقبة وتسبب آلام فردت سارة معك كل الحق يا أمي قالت الأم بارك الله فيك يا بنيتي ونفع بك نصيحتنا لسارة يجب عليك أن تقللي من استخدام جهاز الحاسوب دون فائدة ولا تجلسي لوقت طويل بل يجب عليك أن تحافظي على صحتك وعينيك وفي النهاية دعواتي لكم بحفظ الله وبرعايته ولا تنسوا الالتزام بقوانين وزارة الصحة وغسل أيديكم باستمرار حفاظا على صحتكم حفظكم الله من كل مكروه أحبائي الطلبة